مراقعة الأفكار الرئيسية في وحدة التوقيه أو في هذه المحاضرة تحدثنا عن مفهوم التوقيه وعن مبادئ التوجه بالإشارة إلى أهم مبدئنا لمبدأ وحدة الهدف ومبدأ وحدة الأمر كما تحدثنا عن العناصر الأساسية للتوقيه وقلنا سنركز في هذا الكتاب على ثلاث عناصر هي هي القيادة الإدارية وعنصر التحفيز وعنصر الاتصال القيادة الإدارية تحدثنا عن مفهومها وعناصرها ومفهوم القيادة التربوية وأهمية ونظرياتها بالإشارة إلى ثلاث نظريات نظريات تقليدية ونظريات سلوكية ونظريات موقفية ركزنا على عنصر التحفيز بالإشارة إلى مفهوم التحفيز وأنواع المادي وغير المادي الفردي والجماعي الإيجابي والسلبي أشرنا إلى الاتصال وإلى مفهوم الاتصال وعناصر الاتصال وأهمية الاتصال للقيادات الإدارية وأهمية الاتصال للمرؤوسين لاحظوا بأن عناصر التويه لا يمكن يعني يحقق العمل أهدافه إلا من خلال تحريك والتأثير في الآخرين وتحفيزهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار والاتصال الإيجابي الذي يحقق النفسية الإيجابية بين أفراد الحمل التربو